السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الانتخابات الامريكية وتصرفات بايدن وتصرحات ترامب وتعليق بوتين هل اقتربت نهاية الامريكان؟ امريكا تلعب بالنووي وروسيا تتربص هل نشهد انهيار حلف الناتو بسبب ترامب؟ عدد من النقاط المهمة اللي هنقشها مع بعض في هذه الحلقة فرجاء من حضراتكم دعم القناة ولايك وشير للفيديو لان ده بيساعد في اقتراحه من اليوتيوب ولو حضرتك لسه مش مشترك معنا في القناة ياريت تشرفنا بالاشتراك وتفعيل علامة الجرس علشان يوصلك كل جديد ويلا نبدأ الحلقة بسم الله الولايات المتحدة الامريكية بتعيش الايام دي حالة من الكوميديا السودة واللي بتظهر في تصرفات قدتها خاصة مع اقتراب انتخابات الرئاسة المقرر لها في شهر نوفمبر القادم يعني حضرتك كل يوم وانت بتتابع وبتتفرج على مصرحية كوميدية في اطار السباق الرئاسي خاصة بين كل من الرئيس الحالي جو بايدن اللي يبدو انه مصاب بالخرف او بالزهايمر وبين الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب اللي محدش عارف يضبط تصرفاته ولا تصرحاته ولا كمان عارف يتوقعها زي ما قال عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اضافة طبعا لكده فالولايات المتحدة الامريكية بتعاني حاليا من ازمات سياسية كبيرة على المستويين الداخلي والخارجي فمثلا على المستوى الداخلي عندك مشكلة ولاية تيكساس والتهديد باستقلال الولاية عن امريكا وكمان الصراع الازلي بين كل من الديمقراطيين والجمهوريين والشيخوخة كمان اللي اصابت القادة هناك واللي وصلت لمخاوف من اساءة استخدام الاسلحة النووية عن طريق الخطأ بايدهم اما بقى على المستوى الخارجي فهتلاقي ان فيه اضطرابات بتعاني منها الولايات المتحدة مع حلفاءها وممكن تشوف الكلام ده من خلال تعامل اسرائيل في حرب غزة الاخيرة مع نصايح وتوجهات الولايات المتحدة اللي بتشهد حالة من التمرض عليها في العديد من المواقف رغم ان اسرائيل تعتبر الطفل المدلل للولايات المتحدة واللي بتسندها في كل المواقف طبعا وحط على ده كمان مشكلة استخدام المخزون السري للسلاح الامريكي في اسرائيل خلال الحرب دون استئذان رسمي من الولايات المتحدة الامريكية الامر ده طبعا عمل مشكلة كبيرة داخل الكونجرس الامريكي وانا هنا عملت حلقة بخصوصه وكذلك استهداف القوات الامريكية في الشرق الاوسط لعشرات المرات وكان اخرها العملية اللي حصلت في الاردن واللي قدت لمقتل واصابة حوالي 40 شخص من الجنود الامريكان هناك وفوق ده كله تعامل الادارة الامريكية الحالية مع الملف الايراني واذرع ايران في الشرق الاوسط وده اللي شجع الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب انه يهاجم الادارة الامريكية الحالية برئاسة جو بايدن بصفة مستمرة ويصف بايدن بانه فاقد السيطرة وان الادارة الحالية ادارة ضعيفة ومش قادرة انها تتعاطى مع الاحداث الجارية في الشرق الاوسط ولا قادرة تثبت نفسها او تثبت كلمتها على حلف الناتو زي الاول تعال بقى نشوف الكوميديا اللي شغالة اليومين دول في الولايات المتحدة والحقيقة ان الراجل اللي اسمه دونالد ترامب ده والله دمه خفيف يعني بيعمل حاجات كده عجيبة وغريبة الراجل ده اخوانا كان ممكن يشتغل ممثل كوميدي والله كان هيكون افضل مئة مرة من اجدع ممثل ولا تقول لي بقى عادل امام ولا حتى مستر بن في زمانه ولا حتى جاكي شان اللي بيخلط الكوميديا بالاكشن في افلامه الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب طلع في احدث نكتة من يومين بيقول فيها انه لما يفوز في انتخابات الرئاسة ان شاء الله على خير يعني هيشجع روسيا على مهاجمة دول حلف الناتو التي لا تفي بالتزاماتها المالية وانا لما الحقيقة سمعت التصريح ده اول مرة كنت هموت من الضهر امريكا هتشجع روسيا على الهجوم على حلفائها وعلى اصحابها في حلف شمال الاطلسي طب ازاي؟ طب ده حتى عيب على تاريخكم يعني هتقولوا للعيال الصغيرة اللي عندكوا ايه؟ بقنا اصحاب مع روسيا مثلا؟ طيب والافلام السينمائية اللي انتوا عاملينها مع روسيا دي هيبقى ردودكوا عليها ايه؟ قدام العيال الامريكان الصغيرين يعني اللي مش عارفين حاجة دول دونالد ترامب كان في مجمع انتخابي او في مجمع انتخابي في ولاية كالورينا وهو قاعد في الصوان كده مسك المايكروفون في ايديه وقاعد بقى يحكي عن انتصالاته بكبار المسؤولين في العالم ما هو راجل واصل بقى مش كان رئيس امريكا فبيقول ان كان فيه اتصال بينه وبين رئيس احدى الدول الاعضاء في حلف شمال الاطلسي وبيقول انه رئيس دولة كبيرة ومش عايز يقول اسمه هو عارف نفسه فبيقول دونالد ترامب ان الرئيس الكبير ده سأله وقال له اذا لم ندفع وتعرضنا لهجوم من روسيا هتقفوا جنبنا يعني كده وتحمونا علشان العشو الملح اللي بنا ولا هتعملوا معانا ايه؟ فقال له لو ما دفعتش انت حر وبعدين انت اصلا متأخر في السداد ومش هنحميك انما هنشجع روسيا في الهجوم عليك لازم تدفع وتسدد فواتيرك اه مهمش فوضى يعني ما تبقى الشحات وعايز فطيرة الكلام ده يا اخواننا عمل ازمة داخل الاتحاد الاوروبي وكمان داخل امريكا نفسها بل وداخل روسيا ايضا مع تكرار انتقاد ترامب للحلف وتهديده بالانسحاب منه في حال وصوله مرة اخرى للبيت الابيض الرئيس الامريكي الحالي جو بايدن زعل جدا من الكلام ده وطلع غاضب وقال ان التصرحات دي تصرحات خطيرة جدا ومروعة وترامب كده بينوي اعطاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الضوء الاخضر لمزيد من الحروب والعنف وموصلة العدوان على اوكرانيا وانه بيوسع الدايرة علشان تشمل بولندا ودول البلطيق الامر فضيع 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 وما يصحش كده ما يصحش كده على حسب كلام الرئيس بايدن طبعا الدنيا كمان اتقلبت في اوروبا وطلع المسؤولين هناك يقولوا انتوا بتبعونا ولا ايه ما هو مش كل الطير اللي يتاكل لحمه مش بعد ما خدتونا لحم ترمونا عظم ده احنا وكلين شربين سرقين قتلين سوا وان كنتوا نسيتوا اللي جرى هاتوا الدفاتر تنقرى رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل طلع هو كمان وقال ان الكلام ده كلام فارغ وما ينفعش يتقال لان المادة الخامسة من معاهدة تأسيس حلف الناتو بتقول ان اي هجوم على دولة واحدة من دول اعضاء الحلف يعتبر هجوم على الحلف بأسره وده بيستدعي رد مشترك من الجميع فتصرحات دونالد ترامب لا تخدم سوى مصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زي ما قال الامين العام للناتو طلع هو كمان وقال لا هو السعي جدع الكلام ده خطر جدا وكمان هيقدل تقويض امننا كلنا وكمان بيعرض الجنود الامريكان والاوروبيين للخطر انت مش عارف انت بتقول ايه ولا ايه عم ترامب المتحدث باسم البيت الابيض برضو طلع هو كمان وقال في بيان خاص ان تشجيع الانظمة المجرمة على غزو اقرب حلفائنا امر مروع ومجنون الدوب الروسي طبعا المفروض يطلع يفرح بالكلام ده ويقول بقى ترامب حبيبي ابو الجدعانة والشهامة يسلم فمك يا سيد المعلمين لكنه في مقابلة صحفية قال عكس كده تماما وقال انه بيفضل التعامل مع بايدن عن التعامل مع ترامب ليه كده يا عم بوتين قال بوتين لان بايدن شخص يمكن التنبؤ بتصرفاته وكمان ده شخص سياسي من المدرسة القديمة يا عم بوتين تنبؤ ايه بس الله يهديك ده الراجل ده ممكن يكون مش فاكر اسمك اصلا ده كان بيقول يا عم انه قابل فرانسوام تيران اللي ميت من سنين وقال انه قابل هلموت كول وبيقول الرئيس المكسيكي عبد الفتاح السيسي وبعدين القنبلة النووية في مكتبه هو تحت ايديه يعني ممكن يكون قاعد كده تايه ويقوم يلعب في الزراير ويدوس على الزر اياه وما هواش فايق فيقوم يدمر لنا الدنيا على بعضها يا عمنا خاصة ان وزير الدفاع الامريكي الحالي هو كمان شكله هيحصله في الزهايمر وربنا يسطرها علينا جميعا بس يا اخوان هي دي كده ببساطة قصة امريكا وبيدن والنيتو وترامب وروسيا ما تعرفش دلوقتي مين مع مين ولا مين ضد مين لكن احنا نقول ربنا يسلطهم كلهم على بعض وينجينا من شرورهم ربنا يحفظ بلادنا كلها من كل شر ويوفق حكمنا لما فيه الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة